السلام عليكم كيف حالكم اصدقائي ومتابعين القناة فيتر كوين فيديو جديدة قناتنا القناة مهتم باخر اخبار العملات الرقمي اصدقائي هذا الفيديو مختلف عن جميع فيديوهاتي السابقة طبعا فيديوهاتي السابقة كلنا تكلمت عن العملات المشفرة واخبار العملات المشفرة بهذا الفيديو اصدقائي راح تتكلم عن قصة اللي صارت معي بالامس عن محاولة الاختراق اللي تعرضت فيها من قبال الهكر الروسي سأعطيكم منصة لساعدتني بحل هذه المشكلة طبعا وكيف هي الطريقة لساعدتني فيها ومنعت الهكرز انه يسحب اي دولار واحد من محفظتي خليكم معنا اصدقائي الى نهاية الفيديو امن برش الفيديو بتمنى تشتركوا بقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على لايك حتى بصلاك الجديد في عالم ابلات رقمي ولا تنسى تنضم لقناتنا على التينيجرام وتنضم على منصة كوكون سأترك لكم الرابط اسفل الفيديو خليكم معنا اصدقائي مع تلعاندرو طبعا اصدقائي بالامس اجتني رسالة طبعا انا كمصانع محتوى انا بقبل الاعلانات المدفوع على قناتي اي عملة ذات مشروع قوي عملة بدها تل شهر في الوطن العربي بتواصل معنا ونعمل اعلان مدفوع ونتكلم عن العملة طبعا نتكلم عن مشروع العملة ونتكلم عن نسبة امان العملة بطريقة محايدة تواصل معي اصدقائي الشخص يدعي انه من شركة تويلايت او شركة تويلايت كوين ارسل لي اصدقائي رابط الموقع وارسل لي الويت بيبر الخاص بالعملة وارسل لي صور اللعبة وفيديوهات عن اللعبة طبعا انا اعجبني مشروع العملة اصدقائي بعد من تأكد العملة موثقة بالكي واي سي وموثقة بالاودت طبعا العملة يتوثق بالاودت والكي واي سي اكثر الاكتتاب بيكون درجة الامان تبعته عالي جدا طبعا موقعنا عقود بيننا وبين الشركة عشان يضمان حقوق الطرفين اتفقنا على المبلغ وتم توقيع العقود طبعا ارسل لي العقد عن طريق pdf gmail على gmail ارسل لي ملف pdf يحتوي على العقد انا موقعت العقد اصدقائي وهلا رح تشوفه في الفيديو امعكم هاي الصورة الخاصة بالعقد طبعا وهذا التوقيع الخاص فيه طبعا اصدقائي بعد ما وقعت العقود انتظر 48 ساعة وارسل لي ملف مضغوط بصيغة scr قال لي يا عبدالله هذا محتويات الفيديو لازم تتكلم بالفيديو عن النقاط الرئيسية الموجودة امامك طبعا جميع المنصات او جميع العملات اللي بتعاملنا معهم سابقا بتعاملوا معنا بنفس الطريقة لكن ما بيرسلونا ملف مضغوط بيرسلونا كل البيانات عن طريق pdf او نص مكتوبة على telegram طبعا بحسن لي فتحت ملف المضغوط على اللابتوب طبعا فشل فتح الملف المضغوط لاني الملف المضغوط اساسا لا يحتوي على اي بيانات خاصة في الشركة طلعت من التطبيق الفيديو صديقي الملف بعدتلي اياه لا يعمله قال لي انتظر الى حين تعديله يعني رح يعديل على الملف ورجع يرسلي اياه مرة ثانية انتظرت انا 48 ساعة انا عم باب الفضول دخلت على الموقع الرسمي الخاص بالعملة ودخلت على موقع telegram او قناته على telegram الرسمية للعملة طبعا ما لقيت اسم الشخص داخل telegram او قناة telegram الخاص بالعملة تواصلت مع احد مصممين عملي او مديرين جروب telegram ارسلت له اسم الرجل قال لي هذا اسكامر او هذا محتال بعد ما اتأكد انه محتال لغيت الملف عندي وحضرت هذا الشخص طبعا زقائي طوض قصة تقريبا خمس ساعات عند الساعة 12 منتصف الليل او الساعة الواحدة مساعم توقيت مكة المقرمة بلشت الهجمة الهكر بلش الهكر اهجمني باسلوب قذر جدا وصار يتحكم بجميع اجهزتي الجوالة طبعا ادري اتحكم بالهاتف الخاص فيني واللي هو هاتف سامسونج جالكسي نوت 9 صار يتحكم بالهاتف الخاص فيني دخل على قناة يوتيوب دخل على قناة telegram حتى دخل على محافظة لكن كيف قدرت تأمل نفسي طبعا انا توقعت هجمة الهكر في الليل بعد القصة اللي صارت معي توقعت هجمة الهكر طبعا انا كنتم مراقبة جميع اجهزتي الجوالة وجميع اللابتوبات الخاصة فيني واجهزة العمل طبعا مجرد معطاني علامة طلب الاذن للدخول على الجيميل انا موثق جميع الجيميلات الاصدقائي اذا ندخل على جميع الجيميلات جيميلات كلها موثقة هذه هي اصدقائي محاولة الهكر من 15 ساعة طبعا على متصفح فايرفوكس انا موثق اصدقائي حساب الجيميل عن طريق جوجل انتيكيتر وعن طريق رموز الحماية اللي بتجي مثل تراستوليت مثل كلمات مفتحية خاصة تراستوليت في كلمات مفتحية خاصة بالجيميل لكن ارقام فقط يفضل تكتبها على ورأة حتى تحفظ جيميل تبعينها في مدى الاختراق انا ممكن بعرف هاي الاصدقائي ممكن بعرف هاي المعلومات الا بعد محاولة الهكر طبعا سجلت الخروج عن جميع الاجهزة الموجودة داخل الجيميلات جميع الاجهزة مثل تسجيل الخروج وعملت تأمين كامل للحساب طبعا حاول يخترق محافظة طبعا جميع محافظة عندي فارغة الا محافظة على منصة كوكوين ليش اني انا نسبة الامام بمحافظة كوكوين عالية جدا ليش عالية جدا اصدقائي بواسطة رمز التداول رمز التداول اصدقائي رمز مخصص من 6 ارقام ما بتتم عملية البيع او عملية الشراء الا باستخدام رمز التداول ورمز التداول لا يتم حفظه على الهاتف او على جيميل يعني انا في حال عم بديشتري مني عملة تيرالونا لازم دخل رمز التداول الخاص فيني طبعا اذا ما دخلت رمز التداول ما بادر بيع ما بادر بشتري ما بادر اسحب ابدا حاول يخترقني لكن لاب قدامه كود التداول او تريدينج باسفورد رمز التداول هذا الرمز منعه من سحب رأس مالي كامل ما قدر يسحب ولا دولار هذا الموقع او هاي المنصة اصدقائي فعلا عملت لحماية كاملة اذا بدخل على منصة باينس اصدقائي عملية البيع والشراء لا تحتاج الى رمز تداول نهائي يعني مجرد ما تامل تسجيل دخول على الحساب تقدر تشتري بتقدر تبيت تقدر تامل سحب تقدر تامل ايداع مجرد ما انت دخلت على الحساب وطبعا مجرد ما يدخل هو على الحساب انا بيعمل عندي تسجيل خروج يعني كانت بيقدر انا لو خطيت الاسماني في بايننس كانت بيقدر يخترطني كل سهولة ويفضي جميع من حافظة طبعا حاول اخترق اوكي اكس لانه نتيجة فاش لعمامه دخل على منصة كوكوين لدامه تريدينج باسورد مناعه من السحب طبعا حتى اذا بده يغير تريدينج باسورد عنده مشاكل مشكل الاول بيحتاج الرمز على الايميل بيقدر يحصل عليه بسهولة مدام الايميل معه او هو داخل الايميل لكن الاسم اس اصدقائي اسم اس ما بيقدر يخترقه لان الاسم اس خاصة بدولتي لانا عايش فيها لهيك ما بيقدر يخترق الاسم اس ما هذا بيقدر يوصل لرسائل اسم اس الا انا وطبعا الشريحة الخاصة بالاسم اس محطوطة بالجهاز لم يتم تهكيره يعني يحصل على الكود الخاص بالتريدينج باسورد هذا امر مستحيل طبعا جوجل انتكيتر مستحيل يحصل عليه لان جميع البيانات هاي محطوطة على الاجهزة لم تتعرض للاغلاق او لم تتعرض الى التهكير طبعا فشل بيسحب اي مبلغ مالي مني طبعا بعد اتوجه الى التليجرام بعد فشل محاولة اختراق اليوتيوب والمحافظ توجه الى التليجرام طبعا استطاع انه هاكر تليجرام بيطلب جميع المسؤولين عندي بالقناة وارسل ملف التهكير الخاص فيه داخل التليجرام طبعا تم تأمين تليجرام مرة اخرى طردنا الهكر طردنا الهكر فعالنا رموز حماية ورمز قفل لا التليجرام فمن المستحيل يدخل مرة تانية على التليجرام نهاية الفيديو الزقائي اختصار الكلام اي ملف ينتهي امتداده بSCR هو ملف الهكر تعرضه تبقى الزقائي حتى المحترف ممكن يتعرض الاهتيال او يتعرض للخداع طبعا تعملت مع كثير شركات تعملت كثير مع منصات وروشت تكثير منصات وروشت تكثير عملات لكن مبروج الا العملة ذات المشروع القوي ومبروج الا منصة ذات الامان العالي حتى اضمن سلامة المستثمرين اللي بسجله عن طريقي لهيق اصدقائي اذا انت بدلت تكون بامان انا بنصحك بمنصة كوكوين منصة كوكوين اصدقائي تحميك بشكل كبير جدا انا لو كنت عم بستعمل اي منصة غير كوكوين لكنت القيت التحية على المصاري هولي خرجات من المنصة لكن الحمدلله اصدقائي امام عالي وفشل الهكر هذا الهكر اصدقائي هكر روسي مقيم في اوكرانيا طبعا جميع البيانات هتتلاقوه بالصور موجودة امامكم اصدقائي هل تصنعين الفيديو بطمئنا الفيديو كنت اعجابك لا تنسى تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى وصلت كل جديد في عامات رقمي والسلام دلتون بخير